إذا مرضت بفيروس كورونا تلقيت العلاج من فيروس كورونا وإذا تلقيت اللقاح لفيروس كورونا تابع هذا الفيديو وتعرف معي على متلازمة ما بعد كورونا والأعراض التي صابتك بعد هذه المتلازمة وكيف تحمي نفسك وعائلتك من هذه الأعراض الخبيثة ونتخلص منها بقدر الإمكان بإذن الله ورحبا متابع العزيزة ومشاهد الجديد معك الدكتور فراسل العلي طبعا قبل ما نبدأ بحلقة اليوم أنا في الحلقة السابقة عرفت بمرض كورونا ومشاكل ما بعد كورونا بطريقة سريعة ويمكنك التعرف على هذه الأمور على هذا الرابط لن نتكلم عن أعراض تصيب أجهزة مختلفة في جسمنا بعد مرضنا بفيروس كورونا وبعد علاجنا من فيروس كورونا وبعد طبعا تلقينا اللقاح والضجة التي صارت الآن بالسبب أن بعض الشركات صارت تنطي يعني معلومات أنه ممكن أن يصيبك مضاعفات بعد تلقي هذا اللقاح وطبعا في كل دواء يوجد نشرة طويلة عريضة بعدة لغات عن الأشياء أو الأعراض الجانبية أو التأثيرات الجانبية لكل دواء طب خلينا اليوم نتكلم عن هذا الموضوع طبعا هذا الموضوع كثير من الأطباء ما يحبوا يتكلموا عنه لأسباب معروفة والأبيب وبالإشارة يفهموا ولكن إخواني الكرام الواقع يفرض علينا أن نتكلم بهذه الأمور لأن يوجد أعراض كثيرة في كل بيت نعاني نحن جميعا من هذه الأعراض فيجب علي أن أحذر من هذه الأعراض وعن طيك يعني تقدر أنت تتعرف عليها ويمكنك إن شاء الله مع بعضنا أن نتخلص من هذه الأعراض بأكبر قدر ممكن طبعا يمكنك دعم هذه القناة لكي أستمر في نشر مثل هذه المعلومات بالاشتراك بها وأجرع لله طبعا خلنا نتعرف على هذه الأعراض أول شيء ما هي متلازمة ما بعد كورونا متلازمة ما بعد كورونا هي حالة مرضية يصاب بها مزمنة يصاب بها أجهزة مختلفة في جسمنا المخ القلب الجهاز التنفسي الجهاز العظمي الجهاز العظلي الغدد الصماء حالتنا النفسية فهذه الأمور كلها تستمر لفترات طويلة ولحد الآن لا يوجد بروتوكول محدد لهذه الأعراض ولذلك يجب أن نتعرف عليها خلنا نبدأ بالأعراض العامة الأعراض العامة من هذه الأعراض أول شيء الضعف يعني البطينت أو المريض يشكي يقول لك أنا ما قادر أقوم من الفراش وصارت معي بعد كورونا مباشرة إحساس كأنه شالوا البطارية منك يعني لا ما تقدر تقوم من الفراش أول شيء ثاني شيء أو السبب الثاني أو الظاهرة الثانية أنه يوجد ضعف كبير في عمل الأنشطة اليومية اللي الإنسان كان يعملها بشكل سهل يعني يقول لك دكتور أنا الأشياء اللي كنت أقدر أقوم بها أثناء النهار وأثناء العمل أنا قاعد ما أقدر أقوم بعشرين بالمئة من هذه الأمور وخاصة حتى ربات المنازل تشكو أنه قبل أنه كنت أخسل وأكنوس وأسوي هالأمور كلها بالدار والآن أشعر بتعب شديد وضعف شديد من حتى أشياء بسيطة أقوم بها داخل المنزل فهو الشي عندنا الضعف العام ما تقدر تقوم من الفراش ثاني شي ما عندك استمرارية وقوة في عمل المتطلبات اليومية التي كنت تعملها بطريقة سهلة عندك النقطة التالية النقطة التالية هي الأوجاع التي تصيب العضلات يقول لك دكتور يعني يوجد مريض أجنبي يقول لي دكتور كأنه أنا مر بي فوقاي قطار أحس بالتعب وحس بالعضلات الوجع للعضلات كأنه مر فوقاي قطار طبعاً أخواني الكرام خلن نأخذ شي معين بالنسبة لهذا الموضوع وتضع ثلاثة خطوط بالنسبة للعضلات يشعر الإنسان المصاب بمتلازمة ما بعد كورونا بخسارته للوزن وخسارة الوزن هذه تكون على أساس خسارته للكتلة العضلية وليست الشحوم طبعاً الأخواني الجدل على القناة يعرفوا أنه الموضوع الأساس اللي أنا أصور دائماً أقوم بتجربة الآن هي خسارة الوزن وحرق الدهون وطبعاً أتكلم كثير عن الكتلة العضلية والدهون وهذه الأمور كلها في هذه الحالة الإنسان يخسر وزنه ولكن يخسر وزنه على حساب الكتلة العضلية يعني يخسر عضلات الشحم يضل ويخسر العضلات طبعاً ناهيك على الشكوى التالية وهي طبعاً ضعف القوة يعني كثير من المرضى وخاصة عندهم عمل يتطلب أشياء ثقيلة أو عمال أو بالصناع يقول لك دكتور أنا قبل كنت أشيل 10 كيلو 20 كيلو الآن ما أقدر أشيل فقدان للقوة فقدان للكتلة العضلية خسارة للوزن على حساب الكتلة العضلية وخسارة للقوة هذه من النقاط العامة هذه الأعراض العامة وأكيد كثير مننا تعرض لهذا الأعراض أرجو منكم أن تكتبوا في التعليق ما هي الأشياء التي تعانون الآن منها لكي نجمع أكبر عدد من المعلومات والأعراض التي يعاني منها الناس في الوقت الحالي من الأعراض العامة هي مشاكل النوم مشاكل النوم بعض الناس يقول لك دكتور أنا أظل نائم نائم أرغب بالنوم بشكل مستمر والعكس بعض الناس يقول لك دكتور أنا ما أقدر أنام ما أقدر عندي يعني يقظة كاملة ما أقدر أنام بالليل والمجموعة الثالثة تقول لك أنا انقلبت حياتي ليل نهار يعني بالليل ما يقدر ينام وبالصبح نايم وبالعكس فمشاكل النوم أيضا يعاني منها كثير من الناس تعرفنا الآن على الأعراض العامة وبقدر الإمكان وبقدر البسطة أسرع هذا الفيديو لكن حاب أنطيك هذه الأعراض لكي تكشف عن نفسك وتحدد ما هي المشكلة التي أنت تواجهها تعرف على الأعراض التي تصيب الحالة النفسية أو الأعراض النفسية النقطة الأولى والمهمة الاكتئاب الشديد الاكتئاب الحاد يدخل الإنسان بعد إصابته بفيروس كورونا وحتى بعد العلاج وبعد يأخذه اللقاحات هذه المتلازمة تنطيح حالة اكتئاب شديدة عندك الخمول العزلة الانطواء العدوانية عندك الأفكار السلبية يوجد نسبة كبيرة للأسف وهذه دراسات أخواني الكرام المعلومات التي عندكم لها الآن هي عبارة عن خلاصة لدراسات وأبحاث بريطانية وأمريكية وروسية نتكلم عن النسبة كبيرة من الأشخاص تجيهم أفكار للأسف بالتخلص من حياتهم الانتحار هذا موجود كثير بالغرب لدينا أيضا حالات الهلع الشديد أو الذعر أيضا هاي من الناحية النفسية طيب تقول لي دكتور يجوز عنده مشاكل نفسية إخوان هذا الانسان يتطلب رعاية الدارية يعني يتطلب منه أن نساعده في هذه الفترة هو مو عنده مشاكل نفسية من فراغ ولكن هذه المشاكل بسبب تلف للدماغ للأسف تلف الجهاز العصبي تلف للدماغ فهذه الأمور تؤثر على هذا الشخص أول شيء ثاني شيء هذا الشخص يكون فرضا أنه كان يعالج فيه مستشوى وشاف حالات وفيات كثيرة يصير عنده ذعر خوف من الموت خوف من المرض ثالث شيء الأدوية اللي أخذها هذا الانسان في وضعه المستصعب أو الصعب جدا يوجد أدوية كثيرة تنطي المضاعفات وآثارها السلبية على الحالة النفسية من هرمونات وأشياء كثيرة تلقاها كثير من الناس فأرجو منكم إذا عندكم واحد بالبيت صارت حالة النفسية تغيرت بعد مرض بكورونا راعوا ساعدوا خلي يشوفوا طبيب مختص ساعدوا قدر الإمكان هذا مو لأنه هو حابب يزعجك أو يعني يسبب لك حالة صعبة بالبيت لكن عنده ظرف خاص يجوز تلف بالمخ أو مشكلة بالجهاز العصبي اتعرفنا على الحالة النفسية خلينا نتعرف على القلب والأوعية الدموية في الحلقة السابقة ذكرت أن القلب يصاب أيضا عضلت القلب تصاب أيضا ثقل الدم تجلط الدم الأوعية الدموية الأوعية الدموية من هذا المرض الخبيث تعاني من التجلطات على طول مسالك هذا الوعاء الدموي فمن داخله يكون معرض لجلطات صغيرة وثقل الدم وضعف أضلة القلب وهذه الأمور كلها تؤدي إلى سلسلة من الأعراض اللي إحنا كلنا حسين بها وخذ هذه الأعراض أول شي عندك سرعة دقات القلب زيادة سرعة دقات القلب بعض الناس يقول لك لا دكتور عندي بطء بدقات القلب طيب ليش سرعة دقات القلب إخواني الكرام يوجد أشياء كثيرة تتعلق بهذا الموضوع أرجو التركيز عليها أول شي يمكن أن تكون الحالة النفسية ذكرنا في النقطة السابقة الاكتئاب الحالة النفسية ممكن تؤثر على دقات القلب عندك النقطة الثانية هو الإصابة الفعلية لعضلة القلب يعني العضلة تكون مصابة عضلة القلب مصابة وهذا أيضا نطي هذه الأعراض عندك النقطة الثالثة يجب التركيز عليها أيضا هي الإصابة الجهاز العصبي طبعا الجهاز العصبي خلنا نأخذ مثال للتبسيط الجهاز العصبي مثل هو عبارة عن أسلاك هسا أن هذا العضو إذا أنتم شعفين هاي اللمبة هي عبارة عن عضو ولكن يجيها أسلاك إذا السلك صار بي شي فهاي اللمبة ما رح تشتغل ما رح تشتغل ليش؟ مو بسبب أنه اللمبة ما شغالي أو هي مو تقوم بوظيفتها هي وضحة جيد زين ولكن الأسلاك تعباني الأسلاك ما تنطي الموجة أو الطاقة المطلوبة هذه أيضا والنقطة الرابعة بالنسبة لدقات القلب وتسارعها وابطها أخواني كرام يجب أن نركز على أن الإنسان الذي عفاه الله من مرض كورونا أخذ أدوية كثيرة شاقة على الجسم لها أعراض جانبية كثيرة من هرمونات وسلسلة كبيرة من الأدوية هذه الأدوية تنطي آثار جانبية وتبقى في بعض الأحيان أثرها على أعضاء مختلفة بالجسم وكل دواء حتى لو كان بسيط إذا رح تشوف النشرة مالته سوف ترى أنه يوجد أعراض جانبية كثيرة وبهذه الطريقة طبعا الشركة توضح لك وتحمي نفسها من هذه الأمور كلها من الأعراض الأخرى التي تمس القلب الأوعية الدموية ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم أو ضغط الدم يرتفع ويهبط يعني لا يكون مستقر وخاصة بعض المرضى يقول لك دكتور أنا بس أنهض من السرير وأقوم أو أقعد أحس بدوخة ويمكن أن أسقط يعني يصير اختلاف عنده بضغط الدم طبعا هذا الشيء أيضا من مخلفات الأعراض الجانبية لمرض كورونا وتجلط الدم وانسداد الأوعية الدموية وثقل الدم وطبعا نرجع ونقول الأدوية الكثيرة التي أيضا تناولها المريض الأعراض المتعلقة بالجهاز العصبي وهي أعراض مهمة جدا جدا خلنبدأ بها أول نقطة عندك الصداء وجع الراس يقول لك دكتور وجع الراس يكون مستمر أو غير مستمر في مناطق مختلفة الناس يقول لك دكتور في راسي كأن شيء يمشي في راسي يتحرك في راسي عندك أيضا من النقاط الأخرى هي الدوخة الدوخة التي تصيب الناس وصابتنا كلنا وأنا منهم الدوخة يعني في بعض المرضى الأجانب أيضا يقول لك دكتور مع احترام يقول لك كأنه أنا سكران يعني أحس بالعدم الاتزان أحس بالدوخة أني أنا مو أنا هناك تحية كبيرة لإخواننا جميعنا المشاهدين من جميع الدول العربية ولكن اليوم أوجهت تحية أيضا لإخواني في مصر يوجد أغنية لمغني شعبي مصري تصف هذه الحالة أقول لك أنا مش أنا أنا مش أنا أنا مش عارفني يعني الإنسان وفعلا صارت معنا كلنا إخواني كرام الإنسان يبطل يعرف نفسه أنا كنت أتحرك بطريقة أخرى كان وضع غير أنا شكلي غير نظرتي غير النظر غير يختلف فأمور كثيرة تخص الجهاز العصبي التنميل الخدران تحس أنه وجهك أمرار يخدر إجريك عفوا نديك إجريك هل التنميل أيضا له دور كبير خلنا نتحدث عن مشاكل التوازن ناس كثيرة يعني تفقد توازنها توقع كما ذكرت في النقطة السابقة الضغط أيضا العبدور هذه الأمور كلها تؤدي إلى مشاكل نواجهها يوميا ولكن لا يوجد بروتوكول لعلاج هذه الأمور لكل ساكت لكل مبسوط وساكت طبعا أنا ناهيك عن التغير في الشم والذوق ناس كثيرة اختلف عندها الرائحة والتذوق يعني يوجد ناس كثيرة بطلت على سبيل المثال توق البيض لأن صار طعمه طعم آخر اللحوم أيضا يوجد أعراض كثيرة هذه تحدثنا عن الجهاز العصبي خلنا نتحدث بطريقة سريعة أخواني الكرام عن الجلد ظهور حبوب حمراء صغيرة حتى بعض المختصين يقول كأنها مرسومة رسم ظهور إزرقاق ظهور سواد كأنك مضروب الإنسان كأنه مضروب في جلده فتظهر بقع سوداء بقع زرقاء طبعا ما حابطوا للفيديو لكن يوجد هذه أهم الأعراض خلنا نتكلم عن الأعراض التنفسية هي الاسبازم أو يسموه التقلص القصبات الهوائية من الأعراض يقول لك دكتور أنا ما يكفين الهواء ما قاعد أشتم أقدر أشتم الهواء ما قاعد أقدر أخذ نفس عميق يدخل هذا ما عندي استطاعة هذه الأمور كلها إخواني الكرام أيضا يعاني منها كثير من الناس والجهاز الهضمي خلنا نتعرف على جهاز الهضمي هو طبعا الإمساك المستمر أو بالعكس الإسهال فأيضا يوجد أوجاع بالبطن هذه الأمور كلها يعني نعاني منها جميعا ما هي الحلول ما هي الأشياء اللي ممكن تساعدنا بالتقليل من هذه الأعراض وتجنبها الحلقات القادمة سوف أشاركك تجربتي الواقعية وكيف تخلصت من هذه الأمور وما هي الأشياء اللي ممكن تساعدك من ناحية الغذاء وناحية الحركة البدنية وما هي الأمور التي يجب أن تركز عليها وأن تظهرها لطبيبك وتؤكد عليها لكي تساعدوا بعضكم البعض لأن إخواني الكرام لحد الآن لا يوجد قواعد ثابتة أو قواعد ظاهرة لحلول لهذه المشاكل أكثر واحد مهتم بحل هذه المشكلة أنت إذا أنت ما راح تواجه هذه المشكلة وتتعرف عليها وتذهب وتلاقي كما أقول دائما طبيب ابن حلال وهم كثر لكي تساعدك ويساعدك على التخلص من هذه المشكلة أعتذر على التطويل من الفيديو أحبكم بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته